وشخصيات قرآنية مستمرين في هذا الملف الرائع اللي بيعرفنا على الشخصيات القرآنية الوراء الآيات القرآنية الجميلة التي نحفظها أو نعرفها جميعا خير معرفة إحنا مرجعيتنا في الابتلاءات دايما بنلجأ لصورة الكهف وقصص كثيرة في صورة الكهف عن مقتل طفل صغير عن خرم حصل في سفينة عن هد سور ونرجع على طول الآيات دي ونقول إيه ده خير ده مش شر ده حاجات وحشة هي بالنسبة لنا وحشة إنما ما وراء الحكاية وما وراء الموضوع المطلع عليه ربنا سبحانه وتعالى ده الخير يعني مش الشر النهاردة هنتعرض لشخصية قرآنية هي اللي فسرت أو هي اللي أقدمت على كل هذه الأفعال يمكن علشان نعيش إحنا بقى حياتنا بعد كده تبقى هي المرجعية بتاعتنا في وقت الحزن الشديد أو التساؤلات العديدة أو فكرة إنه ليه يحصل كده أو شمعنا يحصل كده فضلت الشيخ أحمد الصباغ إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك فنم رمضان كريم الله أكرم أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلى على الحبيب ورمضان كريم النهاردة عندنا شخصية عظيمة شخصية الجمهور على أنه ليس بنبي ولا رسول ولكنه ولي من أولياء الله الصالحين وعبد من عباد الله المتقين ولكنه بعبوديته وعلمه فاقل النبيين والمرسلين سيدنا موسى تعلم من هذا العبد وربنا ذكروا أنه عبد من عبادنا وورد في صورة الكهف ولم يرد في غيرها وربنا أعطانا من أمر هذه الشخصية شيء ما يطيق عقولنا فقط لكن الأمر إيه أصعب من ذلك إيه الموضوع هناخدها من حديث النبي عشان هو لم يرد أصلا اسم الشخصية الأولودية في القرآن خالص ولكن ذكر أنه عبد صالح ولكن رأيت أنا في البخاري صالح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سميا خضر خضرا خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فجعلها الله خضراء الحديث عند البخاري في صحيحه نقل بقى الموضوع بتاعه مع سيدنا موسى ورد في الصحيح أن سيدنا موسى سؤل من أعلم أهل الأرض قال أنا وكان كلامه صح فكأن ربنا صحنا تعالى أراد أن يعلمنا وينبهنا من فتنة العلم في شخص سيدنا موسى فقال له بس يا موسى بقى أنا هأدلك على من هو إيه أعلم منك أعلم منك وما هو بنبي وما هو برسول ولكنه عبد بس إمت سيدنا موسى لأ سيدنا الخضر يا فندم هو هنا بقى مربط الفرس إمت بقى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرحه صفحة الشمال تحت خلص حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة عايزة إيه جهد عايزة مشقة فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز لا أشرح لنا الأو من أقولهم على بعضيها قال لفتاه آتنا غداءنا محتاجين ناكل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سيدنا موسى كان قوي جدا يا فندم بدليل لما خرج من مصر إلى بئر مدين هو مش قادر رفع الغطب بتاع الإيه بتاع البئر مع بنات العبد الصلاح هناك إن خير من استأجرت القوي الإيه الأمين ومع هذه القوة سيدنا موسى نفسي قول إيه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لإيه الإنسان لا يصل إلى مراده إلا بعد تعب ومشق صحيح إلا بعد الأخذ بالأسباب إلا بعد العرق أهو اشتركوا في القناة